السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام كل شيء تخسره من أجل راحة بالك هو مكسب عظيم تذكر ذلك وبيبدأ الموسم الثاني من مسلسلنا النهاردة مع أول يوم دراسي في مدرسة فيلمور بعد أجازة الصيف وبيتفجأ المدرسات بالمدير وهو داخل عليهم بنيولوك جديد وسابق شعره وبيروح يدي الميسيناب أيمة الفصل الجديد اللي هتدرس فيه السنادي واللي بيكون معروف عنه إنه تلاميزه مشاغبين وبتدخل الحصة وبتلاقي صعوبة حقيقية في التعامل معاهم أما ميس كانون فبيخليها تدرس مادة الفنون وميس ديب بتدرس في مقطرة تابعة للمدرسة لإن ما فيش ولا فصل فاضي تدرس فيه لكن ميس كارولين فبتسلي نفسها جنب الشغل وبتدخل على موقع للتعارف لإنها قررت ترتبط وبتكتشف لما بتدخل قضة المدير إنه فاتح الكمبيوتر على نفس الموقع وبيطلعوا هما اللي اتنين بيكلموا بعض وما كانوش يعرفوا لإن الموقع بيخفي هوية الأشخاص وبنرجع لميس سناب اللي بتقف قدام المراية وبتكلم نفسها وبتقول إنها مدرسة كويسة ولازم تكون قوية علشان تعرف تتعامل مع التلاميذ المشاغبين وبعدها بتدخل عليهم وهي قوية أما ميس كانون فبتحقق نتيج هيلة مع تلاميذها لإنهم بيصنعوا معاها أعمال فنية مميزة وبتتطور علاقة المدير بالكارولين وبيتقابلوا وبيخرجوا مع بعض وفي يوم بتتجمع المدرسات في غرفتهم وبيدخل عليهم شاب وبيستعمل أغراضهم وبيأكل معاهم ولما بيمشي بيسألوا بعضه هو مين الشاب ده ومش بيكونوا عارفينه وبعدها بيدخل عليهم المدير وبيحذرهم إن فيه شخص غريب بيدخل المدارس وبيتعامل كأنه واحد شغال فيها ولما بيحقولوا اللي حصل معاهم بيعين فرانك كحارس أمن للمدرسة والتاني يوم بينشوف ميس كارولين اشتري الدمية على هيئة شاب وبتقعدوا جنبها في العربية علشان تحس بالأمان وهي سيئة على الطريق ولما بتدخل المدرسة بتاخد الدمية معاها لإن تمنها غالي وخايفة إنه يتسرق من العربية والتاني يوم بتتفق ميس بنيتجان وميس سناب إنهم ينشئوا ورشة عمل يعلموا كل أنسة تدافع عن نفسها وبتتجمع النساء في الورشة وبياخدوا معاهم محاضرة يومية ومع الوقت بتبدأ كارولين تتعلق بالدمية وبتعتبروا إنسان زيها وبتشاركوا كل أحداثها لكن فليدمان بتاخدوا من غير إذنها وبتغير من شكله فبتزعل منها كارولين وبتبكي لإنها كانت متعودة على شكله الأصلي وبنشوف بنيتجان واسناب بيتخنقوا مع بعض قدام النساء في ورشة العمل لإن كل واحدة فيهم عايزة تقنعهم برأيها بطريقة الدفاع عن نفسها فبيتدخل الحارس فرانك بسرعة وبينهي المشكلة بينهم وفي يوم بتتجمع المدرسات مع مدرب علشان يديهم دورة تدريبية إيجابية وبيشترط عليهم المدرب إنه مش هيديهم شهادة إجتياز للدورة إلا لما يتسلقوا مكان معين وبيقدروا فعلا يوصلوا وبيحصلوا على الشهادة كلهم وفي يوم بتستدعي ديب حبيبها داميان اللي بيشتغل عازف جيتار في فرقة موسيقية في زيارة لمدرستها وميس كانون بتعمل إكسسوار حريمة ضمن أعمالها الفنية ومفيش حد بيشتري منها فزميلاتها بيجملوها وبيشتروا حلقان منها وبيلبسوها رغم إنها مش عكباهم وميس فليدمن بتطلب من تلاميذها يقروا كتاب وبعدها بيتناقشوا فيه جوى الحصة وبتتأثر فليدمن بقصة الكتاب لإن الكلب بيموت فيها وبيدخل داميان حصة ميس ديب في الشاحنة لكنها بتلاقيه بيقول للتلاميذ عن أفكاره وإنهم لازم يدوروا على شغافهم وينموه وإن درجات الإختبار مش بتكون تقييم حقيقي لنسبة زكائهم فبتخرجوا برة لإنها خافت إن الأولاد يتأثروا بكلامه وما يهتموش بالتعليم والمذاكرة وبيجي هوت والد التلميذ بلايك لميس بنيجان وبيقول لها إن ابنه في الصف الثالث ومستوى ضعيف والمدير اقترح عليه إن ابنه يرجع في الصف الثاني فبتفرح جدا لإنها بتدرس للصف الثاني ودي هتكون فرصة علشان تقرب منه وترتبط بيه بعد انفصاله عن زوجته لكنه بينقل ابنه بلايك في فصل ميس كارولين وهناك بتحاول كارولين تجذبوا ليها ولما بتشوفها بنيجان بتتدايق جدا فبتدخل مكتبها تنتئم منها وبتبوز لها شغلها وبتبدل أسماء الفصول من على الدفاتر وبنروح لميس سناب اللي بتروح لجون ودي الأخصائية النفسية في المدرسة وبتحكي لها عن المعاناة اللي عاشتها في حياتها من وقت طفولتها لحد ما اشتغلت في المدرسة وبعدها بيكون فيه احتفال وبتروح بنيجان ورا كارولين لإنها كانت فاكرها هتروح مع هوت لكنها بتكتشف إنها خرجة مع المدير فبتعتذر لها وبتجري على بيت هوت وبتسأله عن سبب نقل ابنه لفصل ميس كارولين فبيقول لها إنه حس إن علاقتهم هتتطور فشاف إن ابنه أفضل إنه يكون مع مدرسة تانية وساعتها بتبتسم بنيجان بعد ما سمعت تصريحه لها بالحب وبتيجي مزيعة عند المدرسة تعمل لقاء مع برينت وده مدرس مترشح لمنصب في إنه يمثل المدرسين في المجلس وينقش قضاياهم بالنيابة عنهم وساعتها بتدخل في الحديث من السناب وبتعرف المزيعة إن هي كمان مترشحة لنفس المنصب وبعدها ميس كانون بترسم لها بسترات عليها صورتها وبيعلقوها في المدرسة علشان ينتخبوها لكن فيه ولية أمر بتفضل تشوه في سمعتها لإنها شايفة إنها ما تصلحش إنها تمسك منصب زي ده لكن سناب وبرينت بيتعاونوا مع بعض بروح حلوة وبيعملوا حاملة دعائية انتخابية علشان أي حد فيهم يفوز بالمنصب وفعلا بعد أيام في اجتماع لأولياء الأمور بتقدر سناب تقنعهم بأحقيتها في المنصب وبتفوز بيه فعلا وبتتعرف ميس فليدمن اللي بتعشى الأكل على شيفة كافيه وبيديها وجبات سريعة بلاش وبعد فترة بيعرض عليها تيجي تشتغل معاه وطبعا الأكل اللذيذ بيغريها فبتقرر تسيب وظيفة التدريس وبتروح تشتغل هناك علشان تعرف تاكل برحطها ومن بعد غيابها بيضطر المدير ينقل الحصص بتعيدها لميس كانون لكن التلاميذ ما بيكونوش عارفين يتأقلموا معاها بعد ما تعودوا على ميس فليدمن وبعد أيام التلاميذ بيروحوا لها الكافيه وبيترجوها ترجع المدرسة من تاني فبتعتذر للشيف وبترجع المدرسة تاني والصبح لما بتروح من السناب المدرسة بتلاقي كل زميلاتها المدرسات عاملين لها مفاجأة وبيحتفلوا بعيد ميلادها حتى في الفصل الطلاب بيحتفلوا معاها بعيد ميلادها وفي اليوم ده بيقرر المدير يرجع الطالب بلايك لفصل ميس بنيجان لأنه شايفها بتهتم بتحسين مستوى للأفضل أكتر من أي مدرسة تانية وبيرجع هوت يتردد عليها من تاني وفي يوم بتعرف منه أنه جليست ابنه اعتذرت النهاردة فبتعرض عليه أنها تروح تقعد معاها هي وبتروح بنيجان بالليل فعلا وهناك بتفضل تتفرج على الصور بتاعته المتعلقة على الحيطة وبعدها بتقعد مع ابنه ولما بيرجع بيقعد معاها وبتلاقيه قرب منها فبتفقد وعياها من شدة فرحها وبنشوف باقي زميلاتها صهرانين في حانة وبيزودوا في الشرب وتاني يوم في المدرسة بيفضلوا نيمين طول الوقت في غرفة المدرسات وميس بنيجان بتاخد تلميذة عندها وبتعلمها إزاي ترفع معاها عالم بلدها وتحييه وبعدها المدير بيروح لميس دي بيديها كورة علشان تدرب التلاميذ اللي هتشارك معاها في مسابقة الألعاب الرياضية مع مدارس تانية وبيحصل إن الحارس فرانك بيدخل مع المدير غرفة العهدة وبيلاقوا في أطعامة مسرؤة منها فبيطلب المدير من فرانك يفرغ الكاميرات علشان يشوف مين اللي بيسرأ ولما بيفرغها بيستغرب وبينادي على المدير علشان يشوف ميس كانون وهي بتاكل الأطعامة الحيوانية بنهم برغم إنهم فهماهم إنها نباتية وفي يوم المسابقة التلاميذ بيشوفوا الفريق المنافس لابس يونيفورم مميز وكمان باين عليهم ليقتهم البدنية العالية فبيخافوا إنهم يخسروا لكن ميس دي بتحمسهم وبتقنعهم يلعبوا بدون خوف وفعلا بتبدأ المباراة وبيقدر الفريق المنافس يفوز عليهم بكل سهولة وده بيسبب حالة من الحزن الميس ديب والإحباط للتلاميذ أما فرانك والمدير فبتعجبهم أعدتهم مع بعض وهم بيشوفوا محتوى تفريغ الكاميرات لأنهم بيشوفوا كل شخص جوه المدرسة على حقيقته وفي وسط اندماجهم بيلقوا ميس بنيتجان طلعا لهم من الكاميرا وهي مسكة ورقة ومكتوب عليها إنها عارفة إنهم بيرقبوهم بالكاميرات فبيحسوا بالإحراج وبيقوموا يمشوا وفي وقت الغدى في المدرسة الست مدرسات بيعملوا عرض فن مع بعض بوجبات الطعام وبيكون عرض رائع ومسلي وهوت بيجي البنيتجان وهي ركبة عجلة في المدرسة فبتسألوا عن سبب وجوده فبيقول لها إنه هو المتطوع في المدرسة لغدى الأسبوع كله وفجأة بتطلع في دماغ المدير إنه يعاين من السناب إنها تشرف على تحضير وجبة الغدى فبتغير لهم من السناب في نظام الأكل وبتخليه أكل صحي علشان يكون جسمهم رشيق زي جسمها لكنهم لما بيجوا يدوقوا الأكل مش بيعجبهم وفي اليوم اللي بعده مس سناب بتقف في بيتها على الميزان وبتلاقي نفسها زادت نص كيلو فبتاخد قرار إن النهاردة هيكون يوم السوائل في المدرسة ومفيش أكل فيه ولما بتروح المدرسة وبتقف في الطرقة بتشم ريحة أكل وبتلاقيهم مخبين أكل كتير في فتحات في الحيطة فبتفضل سناب تدور في كل مكان وبتاخد أي أكل بتشوفه منهم ولما في ليدمن بتلاقي سناب زودتها ومنعت الأكل من المدرسة بتروح تشتاكل المدير وكل المدرسات بتتجمع حوالين سناب لأنهم بيكونوا متضايقين منها بسبب إنها حرمتهم من وجبة الغداء وفي اللحظة دي بيدخل المدير يقول لسناب إن أولياء الأمور اشتاكوا إن ولادهم جعانين وبيكون جايب معا ترابيزة عليها أكل كتير والغريب إن أول واحدة فيهم بتاكل هي ميس سناب اللي كانت منعهم من الأكل وبيرقصوا كلهم مع بعض رأسة جامعية احتفالا برجوع وجبة الغداء من تاني للمدرسة وبعدها بيروح هوت يسلم على بنيجان قبل ما يمشي من المدرسة لأن أسبوع التطوع بتاعه خلص ولسه هتعترف له إنها بتحبه بتدخل عليهم سيدة اسمها شارون وبتطلب من هوت يوصلها للكزينو ولما بتسألها هي مين بتقول لها إنها زوجة هوت فبتتصدم بنيجان وبتفهم إنه بيلعب بيها ورجع لزوجته من تاني والتاني يوم بتدخل ميس بنيجان على زميلاتها وهي لبسة اسود ومنهارة إنه هوت اللي بتحبه رجع لزوجته بعد ما كان منفصل عنها فزميلاتها بيقولولها إنهم ممكن يكونوا بيتعاملوا مع بعض لكن ما رجعوش لبعض من تاني وبتقترح عليها ميس سناب إنها تطلب منه ييجي المدرسة في اجتماع بخصوص ابنه وتستغل وجوده وتسأله فبتعمل بنيجان كده فعلا ولما بيجي بيكون مع زوجته ولما بنيجان بتقعد معاهم بتقولهم إن ابنهم بيعمل صداقات مع تلاميذ مش من نفس سنه وبيكونوا شايفين إن الموضوع مفيش فيه مشكلة وبعدها بتكون نفسها تسألهم هم رجعوا لبعض ولا لا بس مش عارفة تسألهم إزاي لكنهم بيصدموها وبيقولولها إنهم هيجوا الليلة يحضروا حفلة الرأس الشعبية اللي بتنظمها المدرسة كل سنة وساعتها بتزعل أكتر وبالليل في الحفلة بتيجي بنيجان بفستان أحمر جميل وزميلاتها طول الوقت بينادوها بميري لويز لإنها كانت حلوة زيها وبتطلب من شخص يجيب لها واحد في الحفلة يكون رفيق لها علشان تغيس بيهوت لكنها بتلاقي راجل عجوز اسمه جيري داخل عليها وما بتبقاش عارفة تتصرف إزاي ووقتها بيكون هوت وزوب توصله وبيروحوا يسلموا عليها وعلى الراجل العجوز ولما بيعرفوا إنه رفقها في الحفلة بيبقوا مستغربين منها أما ديب فبتمشي تدور على أي شخص ترقص معاه لكنها بتلاقيهم بيتهربوا منها فبتقعد لوحدها وهي محبطة وفي وسط الحفلة العجوز جيري بيدل نفسه حقنة أنسولين وده بيخلي بنيجان محرغة من تصرفاته وبيروح المدير لكارولين وبيطلب منها تقوم ترقص معاه ولما بتمشي زوجة هوت وجيري بيروح هوت يطمن بنيجان إنه مارجعش لزوجته لكن علاقتهم ببعض طيبة علشان خاطر بلايك ابنهم وبيقف يرقص معاها والصبح بيروحوا شغلهم في المدرسة والمدير بيوزع عليهم امتحانات التلاميذ الأسبوعية وبيقولهم إن مرتباتهم هياخدوها على حسب درجات تلاميذهم في الامتحان وبتدخل ديب غرفة مسكابوت اللي ماتت وبتاخد أغراضها لكن بنيجان بتدخل عليها وبتلمها إنها أخذت أغراض مش بتاعتها وده يعتبر سرقة فبتسيبهم ديب ومش بتاخدهم لكنها لما بتدخل غرفة بنيجان بتلاقي دومية كابوت زميلتهم على مكتبها وبتستغرب إنها بتنصحها بحاجة ما بتعملهاش وبتروح هي تعملها ولما بيوصل لفليدمان إنهم اختلفوا بتقترح عليهم إنها تسألهم أسئلة شخصية عن كابوت واللي يجاوب صح هو اللي هياخد أغراضها وهم اللي اتنين مش بيجاوبوا ولا سؤال صح وبيكتشفوا إن علاقتهم بيها كانت سطحية وبيتفقوا إنهم هيرجعوا أغراضها لأنهم ما يستهلهاش ومع الوقت بنلاحظ إن كارولين بتتعلق بتلميذة عندها اسمها سمانسا لأنها بتحس إنها شبهها وبتتخيلها بنتها وبتعزمها على آيس كريم في البريك ولما أصحابها بيديقوها وبياخدوا منها الآيس كريم بتروح تزعق لهم وتقول لهم يسيبوا بنتها فبتستغرب سمانسا من اللي سمعته وبتحكي لأهلها وتاني يوم بيستدعيها المدير وبيطلب منها تشيل الوهم اللي جواها وتبطل تقول إنها بنتها وهنا بتفتح قلبها للمدير وبتقوله إنها تتمنى تنجب قبل ما سنها يكبر وحلمها في الإنجاب يضيع منها وفي يوم بتبقى ميس سناب بتشرح الدرس فالنت بيقطع وما بتعرفش تكمل شرح الدرس لأنها بتستعين بجوجل وبتروح تستشير زميلاتها فبيقولولها تستعين بكتاب من المكتبة فبتروح المكتبة وبتلاقي النور مفصول فيها ولما بتيجي تاخد كتاب بتشوف شبح مدرسة كبيرة في السن كانت بتشتغل في المكتبة فبتجري سناب على زميلاتها وهي خايفة من اللي شافته وفي المدرسة بيكون اليوم عيد الهالوين وبيلبسه زي تنكري علشان يحتفلوا بيه وبنيجان بتكون لبسة زي عبارة عن هيكل عظمي وبترقص مع تلاميزها في الفصل وديب بتروح تتخانق معاها لأن صوت الأغاني عالي وهي مش عارفة تشرح الدرس لتلاميزها في المقطورة أما سناب فبيجيلها خيالات إن الشبح اللي شافته بيطاردها وهي قاعدة في الفصل فبتروح تاخد المدرسات وبيدخلوا معاها المكتبة علشان يتأكدوا إن فيه شبح وبيلاقوا المدرسة الكبيرة في السن طلعا لهم وبتقول لهم إنها عايشة وما ما تتش زي ما كانوا فاكرين لكنها زعلانة إنهم هجروا قراءة الكتب فبتاخد الميس سناب التلاميذ وبيدخلوا يقروا في الكتب المفيدة وبيحيوا المكتبة من تاني فبتروح المدرسة المسنة تشكر سناب على دخول تلاميذها المكتبة ولما تلميذ بيقول لهم السناب إن شبكة الواي فاي رجعت بتاخد الولاد وبتسيب المكتبة وبتجري بيهم على الفصل وبعد المدرسة بترمي الميس دي بسجارة من عربيتها فبيشوفها تلميذ وكمان المدير بيشوف السجارة على الأرض فبيستدعي المدير ظابط اسمه تشاك من مكافحة المخدرات لكنه لما بيوصل بيدخل فصل ميس فليدمان وبيدي محاضرة في التوعية عن ضرر تعاطي المواد المخدرة والنيكوتين لإنها ضرب صحتهم وبيبقى الزابط معجب بفليدمان وبيتفقوا إنهم يتقابلوا وبالليل بيتقابلوا في كافيه وبيقول لها إن شرطه في الارتباط منها إنها ما تكونش بتدخن فبتوافقه أما كارولين فبتاخد بنيجان وبتروح تلعب لعبة بينجو وكل مرة هي اللي بتكسب وتاخد فلوس ودي بتقابل كانون وسناب وبتعرفهم إنها خدت قرار بالإقلاع عن التدخين لكنهم مش بيصدقوها وتاني يوم ميس كانون بتخلي تلاميذها يرسمه وبتلاحظ إن التلميذ برونو رسم فواكه بشكل مبدع وبتكتشف إنه موهوب فبتاخد الرسمة وبتعلقها على لوحة في المدرسة والكل بيشوفها وبعدها بيبلغها المدير إن في جريدة جاية تعمل لقاء معاها ومع برونو وبيستغل المدير الموقف لصالح مدرسة فيلموري الابتدائية وبيحدد يوم علشان يعمل في المدرسة معرض فني لأعمال برونو وتيجي وسائل الإعلام تصور وتشتهر المدرسة وبيشكر ميس كانون وبيعتذر لها إنه ما كانش واخد باله من قدراتها الفنية وميس كارولين بيجيب خارس للأولاد وبتعلمهم يعملوا سلاسل ليهم فبتتدايق ميس ديب لما بتشوفها لإنها لقيتها بتقلدها وكل غرض كارولين إن الصحافة تيجي تعمل معها لقاء زي اللي هتعملوا مع كانون وبيقام المعرض والمدير بيحيي ميس كانون قدام كل الحضور وبيقدم لها هدية عربية دهبية تحط فيها أعمالها الفنية وبرونو بيكون رسم لمدرستو كانون لحى بشكلها ولما بتشوفها الصحفية اللي جاية تعمل معهم لقاء بتنسحب لإنها لحى كانت غير أخلاقية والكل بينسحب وبيتفضل معرض وفي يوم ميس ديب بتلاحظ إن تلاميس فصلها مصابين بمرض الجدري فبيصبها حالة من الزعر وبعد شوية بيجي هوتل بنيجان الفصل وبيعرض عليها يخرجوا يتغدوا مع بعض بعد المدرسة وبتروح تقول لزميلاتها إنها خارجة مع حبيبها الوسيم فبيلقوا على رقبتها جدري فبيفضلوا يعالجوها علشان تكون كويسة وتعرف تقابله وبعد المدرسة بيجي لها هوتب عربيته وزميلاتها المدرسات بيكونوا واقفين يتفرجوا عليهم وبيروحوا يقعدوا في مطعم ولما بيجي يتكلم عن نفسه بتستأزم منه وبتدخل الحمام وبتفضل تحك بجلدها لإن الجدري انتشر في جسمها كله وكل ما تروح تقعد معه بترجع تاني الحمام لإنها مش قادرة تتحمل الألم وتاني يوم بنيجان بتاخد أجازة من المدرسة وبتكون قاعدة مريضة في البيت وهنا بتلاقي باب البيت بيخبط عليها فبتفتح وبتلاقي هوت جاي زورها لإنه عرف إنها مريضة وبيكون جايب معا وردي ليها هدية وبيقول لها إنه جاله جدري قبل كده ومش خايف إنه يتعدي منها وبقى كل ما بنيجان بتخرج مع هوت بتكون سناب خارجة معاهم لحد ما بيتخنق هوت وبيطلب من بنيجان ما تجيبش معاها سناب وهم خارجين تاني فبتروح تقول لسناب إنها هتخرج بالليل مع هوت وبتطلب منها ما تجيش معاهم لكن بالليل لما بيخرجوا ولسه هيندمجوا في الكلام بتدخل سناب ومعاها شاب مستأجراء وبعد شوية الشاب بيمشي وبتفضل سناب لوحدها فبيتعاطف هوت معاها وبيعرض عليها تيجي تقعد معاهم فبتروح تقعد معاهم لإنها كانت مخططة لكده والتاني يوم في المدرسة بنيجان بتتخانق معاها فبتوعدها سناب إنها مش هتخرج معاهم تاني لكن أول ما بيخرجوا بتتصل بيها سناب وبتستنجد بيها وبتقول لها إن رف الكتب وقع عليها فبيجروا على بيتها ينقذوها لكنهم بيلقوها بتجدب وكويسة فبتتخانق معاها بنيجان وبتمشي وهي متعصبة والغريب إن رف الكتب بيقع عليها بجد بعد ما بيمشوا فبتخاف تستنجد بيهم والصبح بتشوفهم سناب في المدرسة وهم قاعدين فبتروح تعتذر لهم وبتوعدها إنها مش هتقطحم خصوصيتهم تاني وفي يوم بتقرر فليدمان إنها تعمل كتبة إبريل وبتخلي حد يتصل بسناب وبيقول لها إنها فازت بجيزة الألم الزهبي للمعلم فبتفرح سناب وبتمشي تقول لكل تلاميذها وزميلاتها وبتتصل بمامتها تفرحها بالخبر فبتحس فليدمان إن الموضوع وسع منها ولازم عليها تعمل حفلة وتسلم سناب فيها الجيزة وتاني يوم الموديل وكارولين بيجمعوا المدرسات وبيدوهم كيك بمناسبة ارتباطهم الرسمي ببعض لكن المدرسات بيحسوا بغيرة وبيوقعوا بينهم وبيتخنقوا هما الاتنين بسببهم وبتروح كانوا مع فليدمان تبيع مقعد في سيارتها علشان تشتري لسناب الجيزة لإن ما كانش معاها فلوس وبتعمل لها الحفلة وبتجيب معاها الراجل اللي اشترى منها المقعد على ان هو اللي اختارها للجيزة وبتسلمها فليدمان كاس وشهادة فيها مبلغ مالي وفي نهاية الحفلة بيطلع المدير يقول لهم انه هيعتزل من منصبه علشان يحافظ على علاقته بكارولين لانه حبها ومتمسك بيها لكن كارولين مش بيعجبها قراره وبتطلب منه يتراجع عنه وبتدخل المدرسات تعتزر له في مكتابه وبترجع طبيعية زي الاول لكن ميسديب بتلاقي معاناة كبيرة في المقطورة اللي بتدرس فيها والمطر بينزل عليها هي وتلاميزها فبتروح للمدير وبتطلب منه فصل الدرس فيه زي باقي المدرسين فبيروح المدير يقترح على زميلاتها ان واحدة منهم تستضيف تلاميز ميسديب في فصلها فبيقترحوا عليه ان كارولين هي اللي تستضيفهم وبتوافق كارولين وبتقسم الفصل وبتفصله باستارة لكن صوت ميسديب بيكون عالي وساعتها كارولين بتعملها معاملة جافة فبينفاعلوا على بعض فبتطردها كارولين من فصلها فبتنقل ديب تلاميزها في فصل ميس بنيجان لكن تلاميزها بيكسروا مجسمات كانت ميس بنيجان بتعتز بيها فبتطردهم هي كمان وبعد كده بتروح لفصل فليدمن لكن التلاميز بيلقوا الحلوة بتاعتها وبياكلوها فبتطردهم وبتمشي ديب بتلاميزها في طرقة المدرسة وهم مش عارفين يروحوا فين وفي حصة ميس سيناب بتعلمهم فن النحت وبتقف رفع ديها على شكل تمثال وهم ينحتوا شكلها والتاني يوم بيقرروا كلهم يجمعوا تبرعات ويعملوا فصل خاص بزميلتهم ديب وفعلا بيجمعوا فلوس كتيرة وبيجهزوا لها الفصل وفي اول يوم لميس ديب في الفصل الجديد بتشرح للتلاميذ حصة عن التاريخ ولما بتتقيق في الحصة بتقول لتلاميذها انها حامل وبعد الحصة بتتجمع المدرسات حواليها وبيبركلها على الفصل الجديد وكمان على الحمل وهنا بيسرحوا كلهم بخيالهم وبيتخيلوا نفسهم في الاربعينيات بملابسهم وتسريحات شعرهم وبتتخيل سناب انها بتحب جندي وبتدي له كارتة عليه صورتها علشان يفتكرها وهو بعيد عنها وديب بتروح للمدير تقوله انها تكمل تدريس بعد الولادة وبتشرح له ان زوجها شغال موسيقار بالليل وفترة الصبح هيكون فاضي فهيتولى رعاية طفلهم وهنا بيشاور لها المدير على قواعد مدرسة فيلمور المتعلقة على الحيطة ومن ضمنها ان مش مسموح لاي سيدة عندها اولاد تشتغل وبييجي جواب لسناب من البريد وبتفتحه فبتلاقي جواه صور لطيارات حربية وعليها صورتها واسمها وبتخرج بنجام في نزهة مع هوت وهو لابس لبس جندي وبنشوف المدير وهو مستدعي دكتور علشان يقنع ديب انها ما تكملش في الشغل بعد الولادة لانها تعمل مجهود كبير هيضر بصحتها لكن ديب بيكون مصر على الشغل تحت اي ظرف وبتقوم مظهرة من النساء اللي في الاربعينيات ضد عمل المرأة بعد الانجاب المدرسات بيعملوا حفلة رأس باسم مدرستهم وبيقدموا فيها عروض استعراضية جميلة والجنوب بتيجي الحفلة وبيتخنقوا على سناب اللي وقعين كلهم في غرامها وبيضربوا بعض بسببها وبيتجمعوا المدرسات الستة في قوضة المدير وبتكسر ديب ليحة القواعد المتعلقة اللي فيها قاعدة منعها من الشغل بعد الولادة وبيتكتفوا مع بعض ضد كلام المدير وهنا بيفوقوا من الخيالات وبيرجعوا لعالمهم وكل واحدة فيهم بتعرض على ديب لو احتاجت اي مساعدة في تربية الطفل هيكونوا مستعدين وبيجي المدير يقول لديب انها هترجع لشغلها بعد الولادة بشهر واحد وهوت بيجي البنيجان في المدرسة وبيعترف لها انه بيحبها وهي كمان بتأكد له انها بتبدل نفس الشعور وبتفقد وعيها كعادتها من شدة فرحتها وفي اخر مشهد بتلاقي كارولين في غرفة العهدة صورة مكتوب عليها فريق في الموري السوداسي من زمن الاربعينيات لكن المدير بيقول لهم انهم مجموعة من المدرسات اللي حبوا يغيروا النظام في المدرسة وانه بلغ عنهم وهم دلوقتي في مساحة عقلية وبكده بينتهي مسلسلنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم